اشتركوا في القناة ولد وصول سيادته الأردن كان في استقبال سيادته جلالة الملك عبدالله الثاني مالك المملكة الأردنية الهشمية صرح المتحدث الرسمي باسم رئيسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن القمة تأتي في إطار اللحظة الفارقة التي تواجه المنطقة العربية حيث حرس السيد الرئيس على تنسيق المواقف مع شقيقه الملك عبدالله الثاني والرئيس محمود عباس لضمان وحدة الصف والمواقف وبما يحافظ على أمن واستقرار شعوب المنطقة تم كذلك التشديد على رفض أي محاولات لفصل المسارات بين غزة والضفة الغربية وتأكيد أن الضامن الوحيد لاستقرار الأوضاع في الإقليم وحمايته من توسيع دائرة الصراع وخروج الأمور بشكل كامل عن السيطرة يتمثل في تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية على أن تتضمن الإقامة والاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية